بالصومة كبار سنة الحقيقة ما كانش بيعرف ينام فبياخد الأدوية اللي بتنيمه وبدأ يعلي الدوز لغاية ما خلاص مفيش حاجة بدأت بتسد معاه لأن الأدوية دي بتعتمد على التركيزات والتراكمات هو وصل للمكسيمام خلاص فالدوية مش عامل له حاجة معه عشان كده بنقول إيه البداية بدري في الحاجات دي هتقد في النهاية أن أنا أحتاج بداية مع الأدوية دي أنا ممكن حد يبتدي بدوى وبعد كده على سن بعد عشر سنين يوصل لثلاث أدوية وبعدك شوية يبدأ يكتشف أنه هو بقى عنده حالة من حالة الالتزام على الأدوية ما بقاش قادر يسان عنها بقت هي اللي مصيرله أموره هو حاسس أنه لو ما خادش الدوى ده النهاردة مش عارف يمشي كويس مش عارف يتعامل مع الناس حتى نفسيا بالضبط دي نقطة بهم بأي بنرجع للقصة من أول مرة هارجع أقول لك ساكسوال أنت من محب القهوة لو أنا جيت قلت لك الأهوة بتاعت اليوم بتاعت الصبح بالنسبة لك بتمثل إيه أهمية قصوى طب لو خدتهاك مش حفوق من غيرها بالضبط كان هو نفس القصة هو عنده دوى كان بيحلله أزمة تعامل مع الناس دوى بيحلله أزمة نومه دوى بيحلله أزمة توطره انت فجأة جيت قلت له لا أنت مش تاخد الدوى إلا هيحصل هو هيتحول إلى شخص تاني تماما على النقيد اللي هو كان عليه في حين ممكن تكون الحالة دي حالة زيفة حالة إحساس بس لمجرد اللي هو الكونفرزون هو الدوى ده وصله من حالة الكونفرزون فبقى هو خلاص مستقرع الدوى ما أشياء في غيره طيب هل الشخص ده اللي بيأخد أدوية حاليا يوقف الأدوية ولا مقفاش لا لازم يرجع تاني لوصفة طبية يبدأ بالتدريج يسحب منه الدوى أو يدي له بداية الأخف أو ينقل له المرحلة تانية علاجية لغاية ما تخلص منه خلص جزء كبير جدا من العاج النفس ببعض الأحيان ما بيكونش أدوية بيكون مراجعة الأفكار سلوكي يعني بزبط الطبيب النفسي عنده من الوسائل اللي يقدر يخرج منك أن أنت تشوف نفسك من غير ما تتكلم مع حد تين هي فكرة أن أنا أقعد مع نفسي وأعرف أنا إيه مشكلة الأساسية في الحياة هل أنا مشكلة هي مديري هل أنا مشكلة هي التزامة المادية اللي عليها هل أنا مشكلة هي طبيعة العمل والشغلي وجنيتي هو يقدر يوزن لك أن الحاجات دي في كفة أو حاجات تانية في كفة فأنت تقدر تختار ما بين اللي افنين فبعض الأحيان أنت بتحتاج تقف قدام مراجعة وتتكلم معا فدي أعتقد لو الناس اللي هي بتاخد المهددات بشكل مفرط أو بشكل عشوائي من غير ما ترجع لحد ومحتاج استشار حد لأنه ممكن ما يكونش حلو مهددات ممكن يكون حلو إيلاك فعلا فعلي أه تب وليه دكتور سامحنا بنتكلم على نفسي